فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار هنا شرح الطخاوية كما تعلمون ونحن على مشارف الانساء منه بفضل ربنا ونعمة عليكمナ سلام عليكم السلام عليكم peng Thus أقول لإخوتي الكرام أنواع الكرامة الحمد لله أنا متعب بعض الشيء لك الحمد لله أنواع الكرامة أولا الكرامة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله جلّا فعله جعل الكرامات لأوليائه كما أنه جعل المعجزات لأنبيائه وأصفيائه فالكرامات ما ينكرها أحد لا ينكرها إلا مبتدع ضال ولذلك فإن الله ودعوه قد جعل علامات من مظاهر ربوبيته فيها المعجزات التي تكون للأنبياء والكرامات التي تكون للأولياء والكرامات قد تكون كرامة قدري يعني أمر محسوس في الكون أو تكون كرامة شرعية يكون يوفق فيها الولي إلى موافقة الكتاب والسنة والوحي وغير ذلك فالكرامة الكرامة والمعجزة يتفقاني بخلق العادة وإذا كانت الكرامة كونية فها خلق العادة في الأمور الكونية القدرية وهي التي يلمسها الناس بالحواس وهي كثيرها في الأمة وحدث من هذه الكرامات لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت هذه الكرامات أيضا في هذا الباب أعوذ بالله أعوذ بالله من الغضب الله وكيف تركتموه أخواتي الكرام عليكم السلام وكذلك وكيف تركتموه يفعل ذلك نصركم الله نصركم الله على أبي هراية رضي الله عن أرضاه قال أصاب رجلا حاجة فخرج إلى البرية فقالت امرأته اللهم ارزخنا ما نعتجن وما نختبز فجاء الرجل والجفنة ملأ عجين وفت النور جنوب الشواء والرحة تطحن فقال من أين هذا قالت من رزق الله فكنس ما حول الرحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركها لدارت أو قالت طحنت إلىهم القيامة انظر إلى عطاء الله جل فعلا وهذا لمن يكون له صدق مع الله جل فعلا فالله يظهر له ويفعل له ما لم يفعل لغيره عن أنس رضي الله قال أن رجعين خرج من عندنا في لائلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرق فتفرق النور معهما ورواية وفي رواية أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلمة حندس يعني شدة الظلمة فيها فلما خرج من عنده أضاءة عصى أحدهما فكان يمشيان بدوئها فلما تفرق أضاءة عصى هذا وعصى هذا تفرق الضوء ويا ملائكة الصحبهما في هذا الملائكة الصحبهما الغرض المقصود أن هذه يعني من الكرمات التي تكون للصحابة وللأولياء في وجود النبي فغير وجود النبي كما قلت أبو دريس الخولاني لما أخذه مسائل ملك الزاب قال له تشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله وقال عن نفسي تشهد أن رسول الله قال لا أسمع نعم النية النية مكتوبة وعن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ركبت البحر عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته أحبك الله تنفي يا أخي الكريم ركبت البحر فانكسرت سفينتي التي كنت فيها فركبت لوحا من ألوحها فطرحاني اللوح في أجمة في أجمة فيها الأسد أشوف ذهب للأسد في أجمة وهذا أخراجه أحمد وحسنه والألبان وغير في أجمة فيها الأسد فأقبل يريدني فقلت يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطأطأ رأسه وأقبل إلي فدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة ووضعني على الطريق وهمهمة فظلنت أنه يودعني فكان ذلك آخر عهده به سبحانه رب العظيم الأسد طوع الله له في هذا الباب وأراد أن أن يرشد سفينة إلى الموضع الذي يسير فيه وعلى بن عمر أن عمر الخطاب بعث جيشا أمر عليهم أمر عليهم رجلا يدعى ساريا قال فبينما فبينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوما قال فجعل يصيح وهو على المنبر يساريا الجبل الجبل يساريا الجبل عليكم ساريا قال فقدم رسول الجيش فسأله فقال أمير المونين لقنا عدوانا فهزمونا فإذا بصائح يصيح يساريا الجبل الجبل فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله فقيل العمر الخطاب إنك كنت تصيح بذلك وتعال الحديث أصلاح نسند فيه جاء لكن حسنا أيضا البانش انظر إلى الكرامات يعني أميال وأميال يبعد عنها عمر الخطاب ولما قال الجبل الجبل يساريا وصلت وصل الصوت الصوت إليه وكان نجات الجيش بذلك حتى تحصنوا بالجبل فقتلوهم فقتلوهم بل من الكرامات ما فعلها علي بن أبي طالب بحمل الباب وفتح خيبر أبو حاتم فأججت وخوفه أن يغذفه فيها إن لم يؤتي على مراده فأبع عليه فقذفه فلم تضر فاستعظم ذلك وأمر بإخراجه من اليمن فأخرج فقصد المدينة فلقي عمر ابن الخطف فسأله من أين أقبل فأقمره فقال ما فعل الفتى الذي أحرق قال لم يحترق فتفرص في عمر قال أنه هو قال أقسمت عليك بالله أنت أبو مسلم قال نعم قال فأخذ بيدي عمر حتى ذهب الأبي باكر فقص على القصة فسر بذلك وقال أبو باكر الحمد الذي أرانا في هذه الأمة من أحق فلم يحترق مثل إبراهيم عليه السلام وهذه أيضا لابد أن تفهم هناك قاعدة عند أهل العقائد كل كل كرامة لولي فهي معجزة للنبي كل كرامة لولي فهي معجزة للنبي الحال جيد داخل كريم أهدى الله عنك وكان الأبي مسلم الخولاني امرأة صبيحة جميلة الوج فأفسدت عليه جارة الله فدع عليها وقال الله أعمي من أفسد علي امرأتي فبينما المرأة تعشى مع زوجها إذ قالت انطفأ السلاج قال زوجها لا فقالت قد عميت لا أبصر شيئا فأخبرت دعوة أبي مسلم عليها فهتت فقالت أنا قد فعلت بمرأتك ذلك وأنا قد غررتها وقد طبت فادعو الله يرد بصري إليه فدعا فرد الله عليها وصرها الله أكبر تسامحيها لو في أخت فعلت ذلك يبع عليك أن تسامحيها الله جعل يقول فمن عفأ وأصلح فأجره على الله العفو عندما يقدر الإنسان أن يأخذ حقه عندما يعفو يكون أفضل الناس العفو هو أفضل شيء فمن عفأ وأصلح فأجره على الله رد الله عنك عليكم السلام وبركاته نعم هادم ما شاء الله ردنا عنك يا تار زادك الله حرصا على هذا الخير هذه الكرامة التي هي محسوسة كرامة كونية لكن هناك كرامات شرعية وكرامة شرعية هي أمر خارق للعادة في الأمور الشرعية فكما كان عمر يوافق الوحي في كثير من المسائل وينزل الشرع مؤيدا لما قال فهذه كرامة شرعية ومنها كأن يفوق إنسان أقرانه في الحفظ تراه غواص غواص إما أن يكون صاعق في الحفظ إما أن يكون غواصا يأتي بالأمور التي لا يصل إليها إلا من دقق النظر وكان الله جعل فتح له أبواب الفهم والإتقان ولو أخذنا ننظر في النماذج الكثيرة التي نرى فيها كرامات يعني لو أخذت أنت مثلا قتادة قتادة من كراماته أنه لم يكتب سوداء في بيضاء نسأل الله أن يجعنا من المتبعين للنبي ونعوذ بالله من أن نكون من أهل البدع والضللات نعوذ بالله من ذلك ونعوذ بالله أن نكون من أهل الهوى فقطادة أشوف من نوادر الحفاظ ما كتب السوداء في بيضاء وما سمع شايد إلا حافظه ولذلك كان يحى نسايد القطال لما سأله عروات المتدع مع أنه قتادة يرى القدر فقال أنّا لكم بمثل قتادة أنّا لكم بمثل قتادة البخاري البخاري كان أقرأ البخاري يتعلمون معه في بيضاء الطلب يكتبون ولا يكتب فقال له أضعت وقتك وعمرك الحمد لله من عفى وأصلح مع القدرة فأجره على الله وكان غلاما كما البخاري كان له أقرأ يتعلمون معه في بيضاء الطلب يكتبون ولا يكتب قال أضعت عمرك وقتك وكان غلاما فقال لهم أخرجوا ما معكم فإذا خمسة عشر ألف حديث فذكرها لهم قالوا وكنا نضبط كتبنا على قوله فقلنا ليس هناك مثله هم قالوا كأنه لم يخلق بمثله ما يصح عبد الرحمن لا ما يصح هذا حدثي ما يصح وحتى هذا تعدي هذا تعدي ما يصح هذا صحيح ما عقلك يا تعالى جزاك الله خيره وطبع حدثة بغداد من أعظم ما تكون شهرة بذلك لما دخل عليهم وأراد اختباره تفضلي تفضلي زيادك الله أدبا أرجو أن تكون الصحة بأحسن حال فقادم البخاري فالعوام التفوا حوله ودخل البخاري فأتى له عشرة يسردون حديثا بإسناد على غير إسنادها هذا خطأ بين يا عبد الرحمن الآن ما في خروج قلت ما تخرجين فجاء البخاري فالعشر الأوائل أعطوا الأحاديث مع المتون وعشرة آخرون وعشرة آخرون هذه يعني كل عشرة يعطونه أحاديث متون ليست أساندها التي يذكرونها له وكذلك كل عشرة العلماء يقولون البخاري يقول هذه عشرة لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف ثم قال تعالى أما المتونة قلت أساندها في هذا والمتونة قلت أساندها في هذا ولذلك حفظ الحجر يقول ليس ليس العجب أن يعلم البخاري أن هذه ليست من كلامه عليكم السلام وبركاته شايمة تغيبت كثيرا شايمة لماذا قال حفظ الحجر ليس العجب أن يعلم أن هذه لست على خطأ الحديث العجب أنه حفظ الخطأ وأيضا حفظ الأسانيد التي تركب عليها المتون ويقول المتون هذه التي تحملها أسانيدها عند هذا ويعرف ذلك ها نعم ورد عنه ذلك نعم ورد عنه ذلك ورد عنه شفي ذلك وهذه آية من آية الله هذه آية من آية الله الشعبي 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 أيضا الشعبي آية من آية الله كان وعاء العلم وكانوا يقولون أنت العالم يقول انظروا ما تقولون لما العلم الخشي الشعبي كان يقول ما كتبت السوداء في بيضاء إلى يوم الناس هذا وما ذكر لي أحد حديثا إلا حفظته وما أحببته أن يعيد عليه يعني من أول واحد أحفظه لا الرسالة تريدينها يبقى إذن تبعثي برسالة خير برسالة ود برسالة برسالة صلح هذا الذي تفعلينه فإن كان غير ذلك لا فلا يجوز وكان يقول ما أروي شيئا أقل من الشع ولو شئتم لأنشتكم من الشع شهرا ولا أعيد هذه كرامة كرامات من ذلك أسحق من العواي أيضا لما ذكر عنده الشعبي قال ما كتبت السوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته قال ما كنت أسمع شيئا إلا حفظته وكاني أنظر إلى سبعين ألف حديث في كتب من ذلك آل إمام الزهري الزهري هذا كان من أوسع الناس حفظا وهو أول من دون السنة حفظ القرآن في ثمانين ليلة وقول المصنف ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم المعنى أن نؤمن بالكرامات ونعلم بأن الله جعل الكرامات لأهل الصلاح للأولياء للأصفياء يعني النبلاء الذين هم أعظم أتباع الأنبياء ولكن لابد أن تفهم أخي الكريم بأنه قد تحدث خوارق أمام الناس وتكون خوارق لأناس منحرفين فهنا لابد أن تفهم هل هذه كرامة أم لا الكرامة لا تكون إلا الولي والولي لا يشترط فيها عدم المعصية لكن يشترط فيها أن أحسناته تكون أكثر أن أحسناته تكون أكثر من سيئاته ونثبت الكرامة عندما يصحبها السند والفرق بين الشعواذة أو بين الكرامة أن تنظر في الرجل الذي حدث له الخوارق هل هو على السوية أم لا فإن كان على السوية فاعلم أنها كرامة من الله وإن كان على غير ذلك فاعلم أنه استدراج من الشيطان قال إمام الشفعي رحمه الله الشفعي قال إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تعجلن وعرضه على الكتاب والسند فإن وافقهما فاعلم أنها كرامة والفرق كثيرة الكرامة من من الله على العبد والشعواذة لعب من الشيطان بالمكلف الكرامة الكرامة تكون مخدومة خدمة للدين وإضاء الحق بخلاف الشعواذة ففيه إبطال الدين وفيه الاستعمال ما جاء التحريب عنه وصاحب الكرامة يخفيها وصاحب المعجزة يظهر أنها تحدي والكرامة تزداد بالطاعة وتقل بالمعصي لذا لما جلس الشافعي بيناد المالك قال عليه أعجبه قال يعني أعجبه ما رأى من نفور فطنتي وتوقف ذكائي ف ولكمال فهمه قال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا لفلت فيه بظلمة المعصي فالطاعة تكون كرامة ولا يحلس عليها صاحبه وأما الشعواذة فإنها تكون بمعصيها لأن الشيطان لا يفعل له إلا بعد أن يقدم له القرامين إلا بعد أن يقدم له القرامين لذلك كما قلت أن الأمام الشفعي قال قال إذا وجدت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فعرضه على كتاب السنة فنوافق في هذه كرامة وإلا فهو تلعب الشيطان لما قرأ الشفعي على مالك قال شكوتي له وكيع سوء حفظي وافتبقته لذلك قاله ده من سبله ليس من كلامي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهداء لعاصي أما الشعوذة فلا خير فيها فإنها لا يكون مع الذكر بل تزدادوا بالمعاصي وتزدادوا رسوخا بمعاصيها بمعاصي أهل الشعوذة ولذلك تراه كالسحر هذا الذي يوضع في أكثر من باب وفتحه في دقيقة واحدة وخرج هذا أفعال جن أفعال جنهم الذين فعلوا ذلك لكنه المقابل بيعطين قرمين قد يفعل التوحيد كليا بسبب ذلك الكرامة 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 يخفيها صاحبها والشعوذة يبرزها ليتنطع بها على الناس ويأخذ ويأكل أمال الناس بالباطل والشعوذة التخيل ولا الحقيقة والكرامة يعني حقيقة والكرامة تزيد الإيمان عند من رأها وعند صاحبها وتجعل أكثر الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الشعوذة فإنهم في كل حين نؤان على هلكة هذه آخر الكلام على مسألة الاعتقاد الكرامة وأنها للولي كرامة وتكون لنبي معجز ثم انتقى المصالب بعد ذلك إلى أشراط الساعة ونحن ومشانا في الانتهاء من الكتاب ولله الحمد والمن لو في أسانة تفضل ولشيخنا همتون همتون عالت الثرية فنالت من فنون الدين ريا فدافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلصي يتربي وبارك على شيخي النبي للخلق والضاحى المحيا